موسيقى الحديث عشرة مساء التاسع بتوقيت جرينيتش مجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اشهد الرئيس عبدالفتاح سيسي بعلاقات الصداقة المصرية الهندية التاريخية المتينة وما بلغته من مستوى متقدم في مختلف الاصعيدة خلال الفترة الاخيرة ومعربنا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري فضلا عن تعظيم حجم الاستثمارات الهندية في مصر وخلال استقبال رئيسة الهند للرئيس السيسي في قصر راشربات بهافان الجمهوري بنيو دالي اكد الرئيس السيسي ان الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها الى الاسواق الافريقية مؤكدا على الترحيب الشعبي في مصر بالتعاون مع هند وزيادة استثماراتها وانشطاتها التجارية وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان رئيسة الهند اعربت عن تقدير بلادها لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واشادت بالتجربة التنموية النجاحة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسي في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء الهندي نارين رامودي في قصر حيدراباد بن يودالي وعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية مع الهند والارتقاء بها في كافة المجالات واستمرار التنسيق وتشاور السياسي بين البلدين من جانبه أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقدير بلاده الكبير للرئيس السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار في مصر عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما يعرف بالربيع العربي وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المباحثات مع رئيس وزراء الهندي ناريندرامودي شهدت إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي أكد الرئيس السيسي أنه استعرض خلال المباحثات أيضا تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات كما أكد الرئيس السيسي الاتفاق على مواصلة العمل على زيادة حجم التجارة المتبادلة بين القاهرة ونيو دالي وأشار الرئيس السيسي إلى الاتفاق مع رئيس الوزراء الهندي على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني أكد الرئيس السيسي أحرص مصر على التدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وخلال لقائه وزير الخارجية الهندي بمجمع القصر الرئاسي الهندي بنيو دالي عرب السيسي عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة القادمة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من جانبه رحب وزير الخارجية الهندي بزيارة الرئيس السيسي إلى نيو دالي مؤكدا أنها ستسهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتحية لرجال الشرطة وأمهات الشهداء وكل من قدم الغالي والنفيس ليحيى الوطن في سلام وأمان جاء ذلك في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 عيد الشرطة حيث أكدت أننا نستلهم من ذكرى هذا اليوم أسمى معاني العزة والفخر والشجاعة حيث قدم أبطال الشرطة عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بسعادتها بزيارة مستشفى شفاء الأرمان لعلاج سرطان الأطفال وفي تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أشادت السيدة انتصار السيسي بالجهود العظيمة التي شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر والذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألام عن أبنائنا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 31 دبابات إيبرامز لأوكرانيا خلال الأسبوع القادمة وفي كلماته أوضح بايدن أن إرسال دبابات إيبرامز إلى أوكرانيا سيحتاج إلى وقت للتدريب ولكنه سيعزز من قدرة أوكرانيا على المواجهة معتبرا أن إرسال الدبابات الأمريكية يعد جزءا من أخرى مقدمة من الحلفاء إلى أوكرانيا كما أضاف بايدن أن ألمانيا ستزود أوكرانيا أيضا بأنظمة سواريخ بيتريت صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بأن استخدام كييف لقذائف اليورانيوم من دبابات لابرتو سيعتبر استخداما للقنابل النووية القادرة وحذر خلال الجلسة العامة لمنتدى تعاون الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كييف وحلفاءها الغربيين من عواقب استخدام اليورانيوم في قذائف دبابات لابرتو الألمانية قائلا إن موسكو ستعتبر استخدام كييف لليورانيوم بمثابة استخدام للقنابل النووية القادرة لمزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم كريم حاتم إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة